أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة استطاعت مواجهة التحديات المتمثلة في التهديدات الإرهابية بسيناء جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة استعدادات إطلاق الخطة التنموية الشاملة في شمال سيناء تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي وشدد مدبولي خلال الاجتماع على أن تحقيق التنمية هو الضامن الأساسي لاستدامة الاستقرار والقضاء نهائيا على أي محاولة للإرهاب لافتا إلا أن الدولة تستهدف التنمية في سيناء وأن يكون أهالي شمال سيناء هم المستفيدون من هذه المشروعات وهم من سيقومون بتنفيذ نسبة كبيرة منها